قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثامر قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثامر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أحبابي الكرام ها نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج زاد القلوب مع فضيلة الشيخ سالم جابر فحياك الله شيخنا ومرحبا بك مرحبا بك أستاذ خليل أهلا بك شيخنا في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله ولازلنا مع حضرتكم في برنامج زاد القلوب وفي حلقة الحياء تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحياء وأصلناها من ناحية اللغة ومن ناحية كيف تكلم عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسردنا فيها بعض النقاط والمحاور اليوم شيخنا لازلنا مع هذا الخلق القويم وهذا الخلق الطيب المبارك وذكرنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلق وإن خلق الإسلام الحياء فنريد مقدمة عن تذكيرية على خلق الحياء قبل أن نبدأ في المحاور إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب قضى على آدم بالذنب ثم قضى أنتاب ورفع إدريس إلى أكرم جناب ونجل خليل من نار شديدة الإجدهاب وكانت سلامة يونس عبرة لأولي الألباب والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى أما بعد الحياء هو محور الأخلاق وهو تاجها الحياء لا يأتي إلا بخير بل الحياء خير كله أمتنا أزمتها أزمة حياء عائلاتنا أزمتها أزمة حياء ساستنا أزمتهم أزمة حياء لو دخل الحياء كل بيت ولو ارتفعت شجرة الحياء وظلت النساء بظلالها الوارفة لما كان هذا حالنا ولما كان هذه هي أجيالنا الهياء لا يأتي إلا بخير والهياء هو الدين والهياء من شعب الإيمان وكأن الإيمان خلق الإيمان تتشعب كلها من الهياء فهل نحن فتحنا الباب لبيوتنا ليدخل الحياء ولتسود الحشمة ويخرج القبعة هذا يترتب أو يتوقف على القلوب إذا انفتحت أبوابها فاستقر فيها الحياء وبنى عرشه هناك عند ذلك والله ترى الحياء في العيون وعلى الوجوه بل ترى لباس الحياء ولباس التقوى ذلك خير الكثير يقول إنه لباس الحياء شيخنا بارك الله فيك على هذه المقدمة الضيبة خلق الحياء الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم هو خلق الحياء في الإعلام ما تضخه هذه القنوات من مسلسلات من مسرحيات من أفلام ما هو مقدار هدم هذا الخلق وما هو مقدار بناء وتشييد هذا الخلق هو الحقيقة من ناحية الكم نسأل أولا كم قناة وكم وسيلة إعلامية تنشر الحياة لأننا نحن مأمورون بنسر الخير وأمر بالمعروف قبل النهي عن المنكر وإخراج القبح فلو عملنا إحصائيات إلى القنوات المستعملة في التلفاز أو القنوات المستعملة في النقالات والإنترنت كم عدده ملايين كم واحدة كلها حياء ولا تدعو إلا إلى الحياء وتجعل حتى من لا يستحي يستحي وتحاول أن تهربي النفوس وتهذبها بهذا الخلق وكأنها تفتح أفواههم وتصبه كأنه عسل ينساب إلى القلوب وإلى النفوس فتعشق الأحياء وتهبه كم عندنا الآن نناقش قضية الكم متى يبلغ البنيان يوما أشده إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم تبنيه أنت غيرك من كثر فالآن في أي بلد من البلدان العربية والإسلامية أقل قناة تصرف في الشهر قل في الشهر ما يزيد عن مئة ألف أجار فقط أجار أنها تكون قناة أو أربعين ألف فيما تصرف هذا المال فيما ينفق فيما يحبه الله ويحبه رسول الله فيما يجعلك إنسانا متكاملا خلقا وخلقا فيما يصرف الحقيقة الكم لا يتساوى مع الكم القبيع الكم الحسن الكم الحياء لا يستوي مع كم الفاحشة وكم القباح كعدد لأن لو تساوى العدد نقول ربما تحصل موازنة وقد يحصل انتصارات لكن النسبة لا تكت تذكر وهذه قضية يجب أن نناقشها ونهالجها الإعلام هل هو إعدام لخلق الحياة هل يصح هذا الإطلاق الإعلام هل هو إعلام لمسلمين الإعلام هل هو إعلام لعقلاء أم لشواذ الإعلام هل هو إعلام لدولة عربية لها جذور وجدود وثقافة أم أنه شيء منبت لا ندري من أين جاء خليط جزء منه فرنسي وجزء إنجليزي وجزء روسي وجزء صيني نزع الحياة حتى من الرسوم التي يتلقفها الأطفال فأصبحت تمارس العري والفواحش ونحن أمة فاتحة فاها وعيونها لا تنظر تأكل كل شيء وتستقبل كل شيء لكن الشيء إذا وصل المعدة أفسد الجسد كله فلابد من التحرك هذا فايروس فايروس ما هو فايروس القبح والفواحش هل يستطيع الآن الرجل في بيته أن يجلس على هذه القنوات مع ولده ومع ابنته ومع زوجته أبدا إلا إذا خلع ثوب الحياة عند ذلك يجلس ويتمتع وهذا هو الذي يريدون أن يصنعوه لأن إذا ذهب الحياة لا حياة إن الأب وصل إلى درجة أنه يتفرج مع بنته على العري أو اللباس الضيق أو يعني نعم هم يريدون أن يجعلوا الفواحشة تنتشر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا التركيز على الذين آمنوا فيصبح شيئا مألوفا كأنه عاد اعتاد عليها وهنا الخطورة فلا تنكرها النفس ولا تنكرها العين ولا تنكر العذن ما تسمع وإنما يجعلون له شيء من البهارات التي تضحك وترفه على النفس مع إتقان في الألوان والإخراج والتفنن حتى أن بعض الدول ما تفننت في زراعتها فصدرت لنا أحسن مزروعاتها وما تفننت في صناعتها فصدرت لنا أحسن صناعتها وإنما تفننت في ما يسمى بالفن الفن الذي يقتل الحياء قتلا لا يموت موتا لأن الموت قد تطول صاحبها أما القتل مباشرة والقتل بسبق الإصرار والترصد فأعداد المسلسلات وعداد المسرحيات وعداد المدبلجات وعداد الأفلام دعك من هذا التلفاز الصغير الذي هو في جيبك تتحرك به أينما كنت وتستطيع أن تفتع على أي موقع من المواقع هذه العين ستشهد يوم القيامة أو لا تشهد تشهد هذه الأذن ستشهد أو لا تشهد نعم هؤلاء ماذا يفعلون يرون أنا أريد أنا أريد أن أهمس في أذن المتفرج والمخرج ومن يدفع المال لهذه القنوات ولو للتجارة ومدراء القنوات بآية وهو جيش من المصورين وجيش من المخرجين وجيش من الفنيين ومن الكتاب ومن ومن ألم تعلم بأن الله يرى هذه الآية هي التي تحيي في قلوبنا الحياء أنا لا أقول أقفل القنوات ولا أقفل هذه الجهزة إنما أريد أن أسأل سؤال عندما تجلسون عشرين عاما مع هذه القنوات أو مع هذه المواقع ما هي النتيجة هل تعلمتم صناعة هل تفوقتم في الطب هل أرضيتم ربكم هل أرضي النبي عنكم هل هذه العشرين عاما في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات هذا الأمر ستسألون عنه أو لا تسألون ستحاسبون أو لا تحاسبون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لمن هذه الآية هل هي للمخرش أم للمؤلف أم للممثل أم للمغني أم لصاحب القناة لمن نحن مسلمون سبحان الله مؤمنون والحمد لله فلماذا تضيّر علينا إيماننا ولماذا تزرعون فطرة الأطفال الكل مولود يولد على الفطرة تفسدونها وتزرعون مكان هذه الشوكة القبيحة التي لا تنتهي شوكة شجرة كبيرة جدا في كل يوم تثمر لنا يليس الثمرة تخرج لنا شوكا يخدش ثوب الحابل يمزقه فلا رقعة تسعى الخرق على الراقع أي حياء بقي للناس النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى أطم من أطام المدينة والأطم المكان المرتفع قيل حصن أو غيره وأخذ ينظر قال إني أرى الفتن تدخل كل بيت كقطر المطر ألا ينطبق هذا الكلام الآن علينا ألم يخرج الحياة وتدخل الفتن كل بيت بل كل جيب بل كل سيارة بل كل مقهى أفيقوا إن الله سيسألكم ماذا رأت أبصاركم وماذا سمعت آذانكم وبماذا نتقت ألسنتكم وما الذي أحببتموه في قلوبكم أتحبون الفاحشة وتحبون أن تنشروها أهذه هي أخلاق أهل لا إله إلا الله والله إن أمامكم قرآن لا تختلفون فيه لا يقول أحد هذه الآية صحيحة أو ليست صحيحة القرآن كله صحيح متواتر وتؤمنون به وتقرأونه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن أي أمر إذا كانت هذه القنوة مفتوحة عن أي أمر تريد أن تغض وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن مع أن الخطاب للرجال النساء شقائق الرجال لكن كررنا النساء عن أي أمر كم ساعة يرتفع الحياء في كل بيت وكم ساعة يبقى الحياء وربما ونحن نيام أو وقت أداء الصلوات أو القلة القليلة التي ما زالت تعض على الحياء بالنواجد ثابت على المبدأ وعلى الحق ترى أن القرآن كأنها تسمع القرآن من الله فتعمل به وتحبه وتجعل بينها وبين الحرام خلق عظيم كالجبل اسمه الحياء فلا يستطيع أحد أن يتجاوزه فنحن في حاجة إلى مراجعات إلى أين نسير كل فتاة الأرض يأتينا مدبلجة مترجمة كل عري أصبحنا لا نفرح إلا ذات عرينا سبحان الله الآن الآن حتى العري بين المحارم لا يصح ليس هكذا هو محرم صحيح لكن هكذا تخرج الفتاة بهذا المنظر المشين فليتنا نرجع قبل أن يعم العذاب يا الله لأن إذا ارتفع الحياء ارتفع الخلق وإذا ارتفع الخلق جاء العذاب فلننتبه إن الله يعطينا فترة طويلة من الزمن لنرجع فإن لم نفعل وما قولوط منكم ببعيد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وضع خط تحت كلمة كسبت صناعة الإعلام الآن من أعلى التجارات من أعلى التجارة ومن أكثر الأموال بما كسبت فلننتبه نعم نعم شيخنا لو أننا تكلمنا عن يعني أنت تكلمت على محور خطير جدا وهو ارتفاع الحياء داخل البيوت من الظاهر أن مع ارتفاع الحياء وخلوه من داخل البيوت فقدنا حتى الغيرة الغيرة غيرة الزوج على زوجته وغيرة الزوجة على زوجها يعني لدرجة أنه أصبح عندهم برود وهم يتفرجوا على بعض المسلسلات وبعض الأفلام لا توجد غيرة من الزوجة على زوجها ولا بالعكس نعم لأن الغيرة لا تأتي إلا بالحياة الإنسان يغار إذا حصل شيء من التكشف ممن يغار عليها أو رأتها عين من بعيد لكن إذا كان الحياء موجود لا يسمح بهذه الأشياء أن تدخل أبدا ما الذي يقيم الحياء هي الغيرة فكما قلنا خلق الحياء دخل في كل جزئية من جزئيات الأخلاق ولم يتركوا للأسف الشديد لو جاء إنسان وعاش مع هذه المسلسلات ومع هذه البرامج يسأل هذه الأفلام وهذه المسلسلات ومدبدجات من أي بلد يقولون من البلد الفلاني مثلا أنا لا أريد أن أحدد البلدان لأن استوى الآن الصانع والمستهلك سواء في الإثم يقول غريب حتى قيل إن أخ من السودان ذهب إلى إحدى الدول المصدرة لهذه المفلاب فذهب إلى الشارع فأزرت معه إحدى المديعات اللقاء قالت له ما سبب زيارتك قال والله سياحة وتجارة لكن قال أنا لم أرى الفساد الذي في قنواتكم وفي إعلامكم لم أره في الشارع وجدت مسجدا وبين المسجد والمسجد مسجد ووجدت الحشمة ووجدت الحياء في الطرقات فلماذا تشويهون بلادكم ودولتكم لماذا تشويهون الناس الإعلام الذي ينتزع منه الحياء لا يمثل الواقع هي شجرة مبتوتة ملعونة جاء بها من بعيد وزرعت في الواقع لكن هي لا تمثل الواقع ليس حال الناس كذلك هناك فرق بين الإعلام وبين المتفرجين على الإعلام هناك فرق بين الإعلام وبين الشارع كثير من المسلسلات حقيقة لا واقع لها وإنما الشيطان أملى عليهم لعلها تصير واقعا بعد ذلك فتكون قدوة سيئة لكل من يريد أن يتهور نعم نعم شيخنا لو أننا تكلمنا عن الحياء أو نزع الحياء في هدم القدوات داخل المجتمع القدوات مثل الأب الأم المعلم شيخ المسجد الرجل الكبير العالم هذه القدوات التي أصبعت ليس لها تأثير الآن نعم هو حرب نفسية لأن الإعلام ليه صورتين صورة أن تراه أنت من الظاهر والصورة الثانية هو إحاءات نفسية يبليها عليك في قلبك بعد أن تنقل لك عدستك هي العين تنقل لك هذا المسلسل أو هذا المشهد كيف هذه الإحاءات دائما نجد هناك صرع بين جيل وجيل وهم في بيت واحد بين الشباب والكبار كيف نهتم قدوة هذه القدوة أن آراؤهم متأخرة وإذا أردت أن تعيش معهم ستعيش زمنا غير زمنك وأنك ستعيش فقيرا ولن تتطور أبدا وأنهم جيل انتهى لا يفهم شيء إلا في من عقود انتهت ومضت نعم هذا بالنسبة لمن؟ للأب الأم يأتوا بأم متفرنجة ومتفرنسة خلعت كل شيء فيجعلونها قدوة فتصبح البنات يرون هذه هي تتمنى وهي صغيرة أن تكون مثل هذه الأم في المستقبل الحرية المطلقة هي ليست حرية حقيقة وإنما لهدم القدوة هي التهور المطلق العدم الحشمة يأتوا إلى المشايخ فتبدأ المسلسلات الاستهزاء بالشيخ بدءا من كونه مأذون أو كونه خطيب أو كونه إمام فيتكلمون فيه كثيرا يأتوا إلى المعلم فتزرى مسرحيات وتزرى برامج ومسلسلات على إهانة المعلم وأنه فقير وأنه لا يفهم وأنه وأنه فأصبح ضرب لكل القدوات وهذا مستمر طبعا ولا من يقول كفا أو يغير هذه الصورة السيئة إلى هذه النماذج التي أمرنا الله باحترامها ولا تقل لهم أف واخفض لهم جناح الذل بر الجسد دون بر القول لوحده بر النظر وكذلك هكذا في المعلمين أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم نعم نعم شيخ نحياك الله نخرج فاصل ثم نعود لنتواصل بسم الله الرحمن الرحيم أحباب الكرام ها قد عدنا إليكم والعود أحمد نستقبل نستقبل اتصالاتكم على الرقم 091 034 99 أو على الرقم 021 334 7405 شيخنا حياك الله مجددا مرحبت نحن نريد أن نتكلم عن محور الثاني وهو كيف كانت العرب في الجاهلية مع خلق الحياة سبحان الله العظيم لا يستطيع الإنسان أحياناً أن يصنف أهل زمانه من أي فئةهم الجاهل ماذا يقول عن ترى أغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها أن ترى يستحي نعم يستحي أن ينظر إلى جارته بعينه فقط هذا في عهد ليس لهم دين وليس لهم قرآن وليس لهم نبي يحذرهم ويخوفهم وليس لهم مشايخ يعيضونهم ويسجرونهم أيضاً أهل الجاهلية كان عندهم العرض والحفاظ على العرض سببه الحياء انتبه سبحان الله من لا يستحي يفعل ما يشاء ما الذي يمنع المرأة من الزنا الحياة ما الذي يمنع الرجل من الزنا الحياة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معنا الأخت حياة أهلا وسهلا بك الوصف سلام عليكم ورحمة الله بركاته وعليكم السلام سلام عليكم سلام عليكم الشيخ خليل وشيخ سلام وكل عاملين معكم في البرنامج اليوم عن الحياة نعم إن شاء الله طبعاً علي ابن أبي طالب طالب قلب الحذف كالأرض الخالية طفل الصغير كالأرض الخالية ما ألقيتها من شيء قبل هت فبادرتك بالأذب قبل أن يقصوا قلبك وينشغل لبك حيث الطفل صغير على شهر ربك خاصة إن الحياة هي بدعة من الله سبحانه وتعالى تغرسة النفس البشرية منذ الولادة منذ الصغر يعني البوين الأبوين هم من ينمي يعني والأبوين هم من يقتلان هذه البدعة الأول كاف يقتلانها الأول باقتناء اللباس الألبسة الخليعة التي لا تموت لتين درسلة تمام ثاني الملارسة التي فيها بعض المصادات الغير صحيحة ثالث هو الاختلاط ابناء الخالي مع ابناءك العم مع أولاد العم من عرفش يعني العائلات في بعض البنات على الأولاد يلعبوا مع بعض يكبروا مع بعض يعني دائما حتى يقفل حياة هنا من نفس البنت ويقفل حياة من نفس البلد الحاجة هذه مش كويسة مفروض البنات دائما نفصل عند البلوغ وحتى يجيب للبلوغ البنات مع بعض الأولاد مع بعض حتى تطريق طلاب أعلاش ما تصبحش بجه البنت بارد تاخذ على الأولاد خلاص يموت الحياة في نفسها ثاني بات البنات من نموا عند الصغر من النشاء ندخلهم محلات ونعرفهم مع الأصحاب يمش عافشين أيضا الخطر هذه يقفل حياة في نفس البنت ونفس الولد لو أننا حتى الولد لما يتعايش مع النساء مع أمه مع خلات مع ابنات الخالة مع كلها يقفل ينزل الحياة ويخفل حياة هذا علاش حينما نتخذ من نصير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربيهم عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستحي من عطمان ابن عثان قال لا لا أتستحي من عطمان ابن عثان قال ألا أستحي ألا أستحي مرضي تستحي منه الملائكة ملائكة كان تستحي من عطمان ابن عثان كيف حصلها المرسبة هذه المنزلة هذه من حياء سبحان الله يعني عليك تربط النفس البشرية كيف موجودك الحياة هي الله سبحانه وتعالى أو دحعة النفس البشرية إحنا من نميها وإحنا من نقتلها من البدرة هذه وبرك الله فيكم وإنزان حسناكم يا رب يفكر عليك شكرا بساك الله خير بارك الله فيك خطحة يا لو أننا عندك تعليقات هي تعقيب على هذا الكلام هي تتكلم عن البنات والأولاد أقارب والإسلام ذهب إلى أبعد من ذلك إلى من هم إخوة وأخوات مع بعضهم حارب فقال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم عليها لسبعين وضربوهم عليها لعشر أي الصلاة وفرقوا بينهم في المضاجع متى يبدأ التفريق؟ في العاشرة لا يجوز أن يناموا على سرير واحد وغطاء واحد هم بلغوا لا لم يبلغوا لا يحاسبون لماذا؟ لنربي فيهم خلق العفاف ولذلك أحيانا تقع فواحش من المحارم ما سببها؟ هذا الاستهتار الذي نشاهده وهذا نصف اللباس الآن الذي يباع حتى للأطفال فيه من الخطور ما فيه لذلك لا بد أن نربيهم على الحياة لا نقول نأتي بالألبس القديمة ونلبسها لا البس جديد والبس طيب والإسلام فسح لك المجال لكن يكون شيئا ساترا يكون شيئا فضفاضا نعم جزاه الله خير يعني فعلا إهمال الأسرة هو قتل للحياء فيتتربى الفتاة بعد أن تكبر على هذا الخلق السيء نعم نزلنا مع محور ومعنا الأخ مجدي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك الشيء عم رحمة الله تسمح بي يا شيخ تفضل سؤالي هو نبي شروط الخروج على الحاكم شنو بشهد شروط وخروج على ولي الأمر بارك الله فيك أخ مجدي أهلا وسهلا بك طبعا السؤال خارج نطاق الحلقة ولكن نحن سنؤجله في حلقة ثانية إن شاء الله شيخنا لو أننا نتكلم عن نطاق الحلقة في خلق الحياة نعم الحياة عندنا أبو سفيان نحن قد نعطيه بعض الشروط لكن الشروط كلها تحتاج إلى وقت طويل يا أيها السائل مجدي فمثلا لو ارتد الحاكم تصبح لا ولاية له على المسلمين أتى بناقض من نواقض الإسلام ولو أنكر الوضوء أو أنكر الأذان ففي هذه الحالة لا ولاية للكافر على المسلم والمكفرات حصرها العلماء وموجودة تستطيع أن ترجع إليها أنا ضربت لك مثلا أو أصبح الحاكم يقتل شعبه بدون أي سبب هكذا يعني بدون حد من الحدود لأنه لا يجز قتل النفس إلا بثلاث هو لم يجعلها ثلاث جعلها أربعين بدل الثلاث وتجاوز أو أن يبدأ في حرب لشعبه يريد أن يبيدهم ففي هذه الحالة لا يصح لأنه وضع حاكما عليهم ليدفع عنهم الشر لا أن يجمع الشر كله عليهم نعم والموضوع الحقيقة هذا يحتاج لحلقات لوحده نعم معنا الأخ أحمد أنا وسألم بيك مرحبتين بيك أنا عندي أسئلة على الزواج لو سمحت تفضل فيه دور أو فيه جمعيات لتسهيل الزواج في طرابلس هذه وبنغازي صحيح الكلام هذا موجود أنا بنسل عنها بس يعني ممكن تسرولنا ممكن تدرولنا برامج لأن الإنسان مرات يبيتجوز مرة ثانية هو طبعا فيه ناس تبيتتجوز مرة ثانية بتسرولنات الناس هذا سؤالي بس بارك الله فيك تسمع الشيخ إن شاء الله بارك الله فيك وهذا سؤال طيب لكن نحن حقيقة لا نعلم بأن هناك جمعية تعين على هذا الأمر ربما تكون موجودة ونحن لا نعلمها لكن هذا موضوع طيب وخصوصا بعد هذه الحروب التي حدثت في بلادنا أصبح النساء عوانس كثير فكل من يستطيع أن يتزوج ويستطيع أن يستر بنات الناس فله أزر عظيم عند الله سبحانه وتعالى نعم نعم شيخ هل فيه اتصال معنا خالد أهلا وسهلا بك خالد أهلا وسهلا بك أخ خالد يبدو أن نفصل ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من الاتصالات شيخنا لدينا المحور الثاني وهو العرب أخلاق العرب في الحياة نعم ذكرنا منهم نحن عن ترى ذكرنا عن ترى وكذلك عندما جاءت هند بنت عتبة شاءت إلى البيعة عفوا شيخنا المعنى خالد ما زال موجود على الخط أهلا وسهلا بك أخ خالد أخ خالد يبدو أن أخ خالد أهلا وسهلا بك السلام عليكم عليكم السلامة والله حياة الله مرحبا بك أخ خالد أهلا وسهلا بك تفضل بارك الله فيك حياك الله أنت الشيخ سالم الله يحييك بارك الله فيك اللهم اجعله ذخرا لهذه الأمة بارك الله فيك وحييه من هذا في برنامج هذا ونوه 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 أستاذي على فعل قلة الحياة في أولياء الأمور مبدئين من أولياء الأمور عندما تجاه شايد وطالع في شرط أمام أبو ألو أستاذ خالد أهلا وسهلا بك أستاذ خالد وبرك الله فيك على اتصال ويبدو أن استوعبنا السؤال ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من الأسئلة يبدو أن يتكلم عن كبير السن ويخرج بثياب الشباب شرط والله هذا كل من قلة الحياة خصوصا إذا كان هذا الثوب يكشف العورة المخففة هذا من قلة الأدب ونحن يعني بعض البلدان تحافظ على زيها الوطن في اللباس فلا تخرج إلا بلباس محدد ولباس محروف ولثته ولباس طيب والله إن في لباس الليبيين من الجمال ومن الحسن ما فيه حتى الهيبة وكأنهم أرادوا أن ينزعوا الحياة بنزع الثوب فإذا انتزع الثوب الأصلي بعد ذلك إذا قالوا لك إلبس أي ثوب تلبسه لا يهمك لكن إذا اتفقنا على لباس الزي الوطني ما نسميه نحن بزينا الوطني هذا من الصعب أن تغيره ما تستطيع أن تكشف منه شيئا من عورتك في هذا اللباس أي لباس كان حتى لباس المرأة كانت الفراشية وخصوصا في طرابلس قال عنها الشيخ طهر الزاوي هذا هو لباس الشريعة لأنه إلى ما تحت الكعب نعم ولا ترى إلا عينا واحدة منها ترى الطريق فقط عينا واحدة سبحانه وهي فضفاضة أكثر من الجباب بكثير فحقيقة هم خلعون عن لباسنا الوطني لينزعوا الحياة فلننتبه نعم شيخنا بدأت في قصة هند هند في بداية إسلامها هي قريبة عهد من الإسلام كانت قريبة عهد من الشرك وجاءت وعندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة بايعنني على أن لا تشركنا إلى آخره قال وأن لا تزنين قيل أنها وضعت يدها على رأسها وقالت وهل تزنى الحرة يا رسول الله سبحان الله الحرة لا تمكن لا تبع عرضها فإذا كان هذه هي أخلاقهم شاعرهم والشعراء عادة يتهمون أحيانا بالبجونهم ليس كل الشعراء ماجنين لا الشعر فيه حكمة يقول أغض الطرفة إن بدت لإجارتي وهذه هي قريبة عهد وتربت في بيت دلال وبيت عز هي هند بنت عتبة وزوجة عبي سفيان وعادة بيوت الغناء يحصل فيها شيء من التساهل في التربية ومن اللين لا أقول القبح لا أقول شيء من اللين ومع ذلك أرأت أن ذكر كلمة الزنا كلمة كبيرة فهذه هي أخلاق أهل الجاهلية لماذا؟ لأن الخلق ليس لشعب يملكه ولا لقارة ولا لدولة وإنما هو عام مثل علم كيميا هل خاصة كيميا بروسيا أو بأمريكا أو الفيزياء؟ أبداً فكذلك هذا الخلق خلق الحياة للناس جميعاً حتى الكفار يستحون أحياناً من الذي لا يستحي الذي نزع ثوبا؟ الحياة بعض الكفار لا يتعرون ولا يفعلون الفاحشة في الطرقات وبعضهم هم الشواذ عندما تدخل إلى بلدانهم تكرح حتى يعني الحيوانات لا تفعل ذلك نعم الشعر يقول ورب قبيحة ما حال بيني وبين فعالها إلا الحياء نعم فشيخنا لو أننا تكلمنا عن أبو سفيان أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه كيف استحى في موقف عظيم أمام ملك وهذا يجعلنا لو استطعنا أن نشتري كرة الحياة أمنى حياتنا كلها وآخرتنا هذا الرجل في الجاهلية وهو عنده لقل وهذا حديث عظيم في البخاري تمنيت من الناس أن يقرؤوا ليعرفوا مقام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فعلم أن هناك نبي من العرب فقال هل حضر أحد من العرب قالوا نعم هذا الوفد حضر للتجارة فاستدعاهم ما كانوا يقابلون هرقل ليس بالسهولة أن يقابلوا هرقل واصطفوا وجعل بينهم وبين أبو سفيان ساتر وأخبر أصحابه قال أنا سائله أسئلة فإذا كذب فكذبوه قولوا له أنت تكذب وأبو سفيان تقدم فجعل يسأله هل أصحابه يكثرون أم ينقصون قال يكثرون هل أبوه كان ملكا والآن يريد أو جده يريد أن يعيد الملك قال لا الحرب بينكم قال السجال أحيانا هو وأحيانا نحن هل هو يكذب؟ لا هل 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 الأسئلة هذه كلها ثم قال أبو سفيان والله لو لا الحياء أن أصبح كذابا لكذبت لكرهه لمحمد صلى الله عليه وسلم فنحن علينا أن نختار أنا لا أريد أن نكون مثل أهل الجاهلية لا والله لكن أن نتخلى حتى عن الأخلاق التي أقرها الإسلام وكانت في الجاهلية هذه هي الكارثة لا بد أن نتلقى نعم شيخنا في خمس دقائق لا زال علينا هذه الخمس دقائق لدينا أمثال شعبية يعني منها ما يعزز خلق الحياة ومنها ما ينسفه مثلا الحشم زيناء الراج المعيبة شي كان كليت الحلوف كل سمين عبي لبطينا تستحل عوينا فلان يستحي من فعل أبليس الوجه اللي تستحي به قابل به هذه أمثال يعني على الحياة تدور على الحياة منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي ماذا تعطينا فيها طبعا المثل هو أصلا كلمات قليلة تعبر عن مضنومونه كبير لكن الأمثال مثل الإفرازات تفرزها الشعوب أحيانا تكون الشعوب في مرحلة الحطاط فكري وفلسفي وعقدي وأخلاقي الحطاط نعم تمر الشعوب يعني مجتمع مريض تفش فيه مرض مرض الكذب يصبح يضرب أمثالا على أن الكذب ممتاز سبا الله وينتشر ويتناقل بعد ذلك ينتهي هذا الجيل ويأتي جيل آخر لكن يتناقل على أنه تراث ولذلك التراث يحتاج إلى غربلة وإلى تنقية وإلى فلترة لا يقبل كله هناك أمثال تدعوك إلى الدعا وإلى عدم العمل وإلى الكسل هناك أمثال تدعوك أن تعيش لوحدك على هذه الكرة الأرضية والتي تحرق الأرض بمن فيها أختراسي وقص وقص تخيل هذا المثل موجود مطبق على الواقع أنا لا أقول كل الأمثال خاطئة لا هناك أمثال حكم وقواعد وتصلح أن تكون دستورا أو قواعد أخلاقية نعم أخلاقية اجتماعية سياسية في كل مجالات الحياة لكن هناك أمثال فمن الأمثال مثلا الطيبة التي تحث على الحياة أنت ذكرت منها الحشم زينة الحشم زينة أو زينة زينة الحشم زينة للرجال نعم والوجه اللي تستحي به قابل به والوجه اللي تستحي به قابل به يعني أنت إذا أردت أن تقابل أحد قابله بحيائك إياك أن تخلع ثوب الحياة وتقابله عند ذلك تظهر كل عيوبك فاستر عيوبك بماذا؟ بالحياة كنت تستحي منه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلم الناس الحياة كأنهم يردون مثالا قال استحي كما تستحي من الرجل الصالح في قومك نعم الرجل الصالح في قومك ماذا تفعل؟ تستحي منه فنحذر هذه الأمثال طبعا هناك أمثال فيها حكم لا شك في ذلك قل عبي لبطينا تستحي لعوينا دعوة إلى الرشوة نعم عبي لبطينا تستحي لعوينا يعني إذا كان أنت أكلت معاش تقدر اتكلم عينك توطيها والدنقر معاش تقدر اتكلم وهذا خطأ في اللفظ صحيح الرزق عند الله سبحانه وتعالى والدواب من الذي يطعمها؟ الله لا الخلق الله هو الذي يطعمها من دابة في الأرض إلا الله رزقها فمن هذه من الأمثال التي تميت أن تتكلم عن الحق وأن تبيع الحق بوجبة وهذا ما يجري كان زمان في الانتقابات والتصعيد عزائم تقام ولائم ما يعطوا في الناس فلوس ما في فلوس حتى في الستينات حصل كل من يريد أن ينتقل يذبح ذبائح ويأتو الناس إليه ويأكلون ويذهبون فالآن علينا لا الحياة شيء آخر حياء لا بدأ أن تقول له قيمة بيننا وفي بيوتنا نعم بارك الله فيك شيخنا وصلنا إلى نهاية الحلقة بارك الله فيك بزاك الله كل الخير بارك الله فيك نذكر بكلمة ذكرها الشيخ سالم في بداية الحلقة وقال الحياء هو محور الأخلاق بل تاجها إلى لقاء آخر هذا خليل التايب يودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة